طارق مريمان سمي طارق يهلا ومرحب يلا طارق على فكرة الموضوع اللي انت جائبه بسيط جدا بس انت لو تعطينا مجال بس 30 ثانية مش راح خلاص انتهى الموضوع كامل ها طيب يلا خبش بالنسبة لقولك انه عثمان فرض القرآن بحكم انه رئيس يعني هذه نظرية جدا ضعيفة عثمان لم يستطيع ان يحافظ على الحديث الذي لا يتوافق معكم لم يستطع الحفاظ على حياته لم يستطع الحفاظ على دولته فهنا تكمل المعجز اصلا القرآن ما حفظ الا هذا القرآن الحديث لم يحفظ حتى الحديث الذي كان يريده عثمان ان يحفظ لم يحفظ هذا استحسان من جنابك ماذا تخصد باستحسان لا ما استحسان لم يحفظ لم يحفظ الحديث انت الان تقول أنت الآن تقول عثمان لم يستطع حفظ نفسه الأمة قتلته ولكنه حفظ القرآن لا أولا الناس تحب القرآن والقرآن قرآن النبي ويذكرهم بالإسلام وبالتوحيد فلذلك عثمان نشر القرآن والناس مشتوية الحديث الذي يتوافق مع أفكار عثمان ولا يتوافق مع رؤية أهل البيت لماذا لم يحفظ بالقوة كما حفظ القرآن بالقوة الآن الأحاديث شيء والقرآن شيء القرآن الأمة وصلت إلى مرحلة القوة أنا أتكلم على قوة عثمان أين قوة عثمان التي تقول عنها أي هذا قوة أنتك هذا المصحف والذي هذا المصحف ضده علي وضده ابن مسعود وضده ابن عباس وضده عائشة تفضل لكن قوة ما نفعت لا في الحديث ولا في الحياة ولا في شيء لأن القرآن معجزة شوف 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 ورجع الآن الآن رجع جاي يتكلم وياهو جايش ربط العرق رجع أي ما هي الدليل على قوة عثمان عثمان انتصر على مصحف عائشة ومصحف عمر ومصحف الصحابي علي ومصحف ابن مسعود ومصحف ابن عباس تفضل الجاو لا 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 ليس كذا طيب ليس شكرا لك تفضل الجاوهو جايش ربط العرق